كل مشاهدين إذن يرتقب أن تشهد المناطق الشمالية بحول الله بداية من الأسبوع المقبل تغير في الوضعية الجوية تساقط أمطار رعدية وكذلك تساقط لبعض الثلوج على المرتفعات الداخلية الغربية التي يفوق علوها الألف والمائتين متر بحول الله وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي ذا الأمطار ستكون بداية من سورة المقبل وستكون بكميات معتبرة قد تتعدى الكميات 40 مم محليا خاصة بالولاية الوسطى وكذلك الشرقية وتساقط الثلوج إن شاء الله سيكون بداية من الجمعة المقبل بحول الله على المرتفعات الداخلية الغربية التي يفوق علوها الألف والمائتين متر وحسب توقعات النماذج الرقمية للرصد الجوي تؤكد على أنه إن شاء الله بداية من الأسبوع المقبل إلى غاية نهاية شهر نوفمبر سنشهد بحول الله تسلسل إسترابات جوبية على أغلب المناطق الشمالية إن شاء الله تكون أمطار خير وعلى أمل أنه لن تتغير النماذج الرقمية خلال الساعة القليلة المقبلة وتبقى الأمطار الغزيرة المتوقعة حاضرة بحول الله بداية من يوم الثلاثة إن شاء الله أكيد مع هذه الأجواء أكيد الممترة التي ستكون بحول الله بداية من الأسبوع المقبل سيكون في توغل كتلة هوائية جد باردة رح تعمل على تراجع ملحوط في درجات الحرارة القصوى خاصة بما أنه سجل الآن درجات حرارة مرتفعة نوعا معنى المعدل الفصلي خاصة بما يخاص الولايات الغربية تحديدا بمعسكر تلمسان كذلك بشلف غليزان سيدي بالعباس تقارب إن شاء الله خلال ظهيرة يوم الغد في حدود 27 درجة كذلك بيتي زيبوز والبويرة السواحل الوطنية ستتراوح إن شاء الله بين حوالي 25 إلى 26 درجة خلال ظهيرة يوم الغد الخميس قلمة كذلك على كل من سوق هراس قسانطينا أملب واقي باتنا وخنشلة حتى بالجلفة تيسمسيلت وبوسعدة ستقارب في حدود 25 درجة خلال الظهيرة أما الدنيا المسجلة خلال الفترة الليلية فستكون الأجواء جد باردة درجات حرارة جد منخفضة تصل إلى 3 درجة فقط بالنسبة للعامة والبيض سنسلو بالجلفة وكذلك تيارة 5 درجات 6 درجات بباتنا وخنشلة حتى بقسانطينا لاحظوا حتى بالأغواط وبسكرة الأجواء ستكون باردة تصل إلى حوالي 7 درجات فقط خلال الفترة الليلية وبإذن الله على المناطق الجنوبية تحديدا بيتامنراس إليزي جونيت كذلك ببشار عين الصفرة نحو غردايا وزلفانا الأجواء أيضا ستكون باردة إن شاء الله لن تتعدد من درجة فقط خلال الفترة الليلية القصوى بحول الله تصل إلى حوالي 37 درجة كعلى مقياس خلال ظهيرة يوم الغد الخميس ببرجباجي بختار وإنجزان ستقارب إن شاء الله 26 درجة كأدنى مقياس بما يخص الولايات الجنوبية ببشار وبني عباس وكذلك بإيريزي واجعنات إذن مشاهدين كانت هذه توقعات الوضايا الجوبيل المرتقبة بحول الله خلال الساعة القليلة المقبلة شكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك مالك شكرا لك هنا وعلى كل ما قدمت